نرمين وصلنا لفقرتنا التالية حيث تعتبر إرادة البناء من ناحية التنمية البشرية من أهم ما يملكه الإنسان في حياته وهي بتعتبر العماد الرئيسي في رسم حالته ومستقبله وقد تميز السوريين عبر تاريخهم بامتلاك هذه الإرادة خاصة بعد الأزمات عن إرادة البناء لدى الإنسان بشكل عام وما يميزها لدى الإنسان السوري بصفة خاصة رح نحكي بهذه المحاور مع الأستاذة محمد خير اللبابيدي هو اختصاصي في علوم التنمية البشرية وأصول الانتماء صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صباح الورد لي صباح الورد لكل مشاهدي قناة الإحباري السوري يهلا فيك يعني دائماً لما نحكي عن الإرادة نحكي عن أشخاص إرادتهم ضعيفة وناس إرادتهم قوية خلال نحكي عن مفهوم الإرادة بشكل عام بعلوم التنمية البشرية حلال الإرادة هي القدرة على أداء فعل معين يعني الإنسان منه ينتلك التصميم لأداء فعل معين نحن دائماً بالتنمية البشرية أنا سنرمين منقول أنه الكون كله صدى لما يريد الإنسان فأنا من خلال دوراتي من خلال محاضراتي من خلال لقاءاتي دائماً بقول لكل إنسان حتى بالمركز الاستشاري دائماً بقول أنه الواقع اللي أنت عايش فيه هو أنت ما تريده حالياً حالياً لأنه أنت بتجذب ما تريد من خلال كلماتك اللي بتحول لأفكار الأفكار بتحول لاعتقادات الاعتقادات بتحول لحقائق دائماً الإنسان وقت بيكون عنده إرادة مثلاً معينة باتجاه معين هو لابد أنه يحققها لأنه العقل ما بيقبل الفشل العقل بيقبل النجاح دائماً بالاتجاه اللي أنت بتحدد لها نعم خلينا نحكي واقع الحياة اليومية والروتين يمكن قلة الكهرباء قلة الغاز قلة المعزوت خلت الناس تخف شوي من إرادتها تفكر بطرق سلبية أكتر الهموم يمكن زادت جراء يمكن الحرب اللي مرأت فيها البلد اليوم كيف فينا نحنا نمحي هاي الطاقات السلبية نمحي هذا الخمول بمشاعرنا وبإرادتنا ونكرسها أكتر ونفعلها بأشياء بتفيدنا وبتفيد الوطن تمام لياه إحنا دائماً منقول أنه حتى بعصر الأزمات في ناس بتكون أثر الأزمات عليها كبير وفي ناس بتكون أثر الأزمات عليها أقل وفي ناس بتكون أثر الأزمات عليها إيجابي فبتكون مثل الصدمة يلي بتحرك الحياة الأفضل يعني دائماً أنا بقول أنه مقتل الإنسان بالروتين اللي هو بيعيشه لذلك يرسل الله سبحانه وتعالى بعض الصدمات بعض الأزمات حتى شوي يصير حتى يتحرك الإنسان ويفتح آفاق جديدة بكل إنسان ماشي بخط معين مثلاً هو هامل هواياته هامل امتيازاته بهذا الخط وما عم يغيره فبتجي صدمة إنه يقطع هذا الخط يطلع من الوظيفة يصير مثلاً لا صمح الله معه أزمة معينة كذا يغادر المكان اللي هو فيه فبتجي بتنفتح آفاق حتى يستخدم هواياته أنا بدي أقول الإنسان مثل ما إنه ضحية العقلية اللي هو حاملة إذا كان عقليته الندرة في نوع من الطمع في نوع إنه الخير ما بيكفي أنا بدي أسعى فبيكون هو ضحية لهذه العقلية في عنا عقلية إحنا منركزها دائماً بكل محاضراتنا وحتى بكل برامجنا هي عقلية الوفرة دائماً أنت اشتغل على عقلية الوفرة يعني أنت الوظيفة إذا راح تأخذها من هو أحسن منك فيه وظائف تانية فيه أماكن تانية اللقمة اللي أخذها غيرك فيه لقم تانية لا تقول إذا راح تأخذها اللقمة أنا ما حلاقي لقمة لاحظي كيف لأنه دائماً نحن بنقول أنه العقل بيجرك للهالة الطاقية للفكر اللي أنت فيه فإذا كنت عم تتفكر بالأزمة بتكون عم تعاني من كهرباء بتصير بتعاني من غاز بتكون عم تعاني من غاز بتصير بتعاني من غلى لاحظي الهالة الطاقية بتجذب نفس النوع لذلك نحن لابد أن نقول أولاً في عنا مرجعية اللي هي وجود الله عز وجل اللي هو ضامننا أرزائنا وضامننا أعمالنا وضامننا كل شيء بحياتنا اللي يهمه ويقولك أنت لا تحمله وبالتالي أنت عليك أنك تسعى تسعى بنفسية جديدة الصياد وقت بيطلع على البحر بيطلع بنفسية حلوة ليش حتى ولو ما صادها ليش؟ لأنه عنده قناعة أنه البحر مليان سمك البحر ما بيخله السمك وأنت كمان بدك تطلع تواجه هالأزمة هاي وتعرف أنه الدنيا مليانة أرزاء والأرزاء ما تنتهي بس أنت شغل امتيازاتك دائماً ضيف معلومات اللي ما بيزداد بينقص كما نقول من لم يضف في مجتمعه زيادة فهو بحد ذاته زيادة في مجتمعه نعم يعني نحكي كمان عن موضوع كتير مهمة كتير أشخاص عندهم إرادة ولكن ما بيعرفوا يوجهوا بالطريقة الصح يعني هنون عندهم طاقة عندهم إمكانيات ولكن من لاقيهم عم يبعثروا هاي الطاقة وهي الإرادة اليوم كيف ممكن يوجهوا ويركزوا هاي الإرادة نحو البناء شوفي نيرمين العقل ما بيركز على شيئين مع بعضهم بيركز على أمر واحد إذا ركزت أنت على الفشل على المرض على الأزمة حيفتح لك الملف الموافق لهذه الأزمة مثل ما قلت لك بتكون مثلا عندك مشكلة بالعمل بتنفتح الملف لمشكلة بالبيت لمشكلة صدرة عشر سنين خمسة عشر سنة فبتهيأ الحالة وفق أفكارك على فكرة بالحياة ما في إنسان سعيد وإنسان حزين في أفكار بتجعلك حزينة وأفكار بتجعلك سعيدة والفكر بيجيب من نوعه يعني وعند أنت يكون حاطت حالك بقوالب أفكار الحزن بتجيب من نوعه يعني حتى الفرح أفكار الفرح بتكذبها يعني الآن مثلا نحنا الحمد لله إرادة السوريين الآن مع مرسومي السيد الرئيس اتوحدت إذا لاحظتوا على دعم اللير السورية ناس كتير عم تعمل شغلات شبه مستحيلة عم تعملها بيع الغرب بليرة أو كذا حتى لو كان إلى دعم معنوي انتبهي الآن بس مجرد اجتماع إرادة السوريين على هذا الأمر دعم الليرة ونزل الدولار ونزل دهب مثلا اليوم بحدود تسعة وثلاثين ألف لاحظتك بس الإرادة ليش؟ لأنه جذبة الهالة الطاقية لهذا الأمر لأنه دائما فكر الإنسان بيسعى لشو نيرمين للاستزادة يعني بيكون الإنسان مثلا شخصية لاحظتك بوقفت دام المرأة شخصية فبيسعى للاستزادة بيحب يسرح شعراته أكتر بيحب يتعطر انتبهتي كيف؟ هلأ الإنسان لا صمح الله فات بحالة اكتئاب كمان بيسعى للاستزادة فبتلاقيه أول شي بيهمل شكله بعدين شو بيزيد بيهمل اكتئابه بعدين بيزيد بيهمل حكيه بيهمل صحته انتبهتي كيف؟ الإنسان يسعى للاستزادة الآن نحن من خلال هذا اللقاء حنركز على موضوع إيرادة البناء أنه أنت وقت تشوف مثلا نظرك عم يركز على الأزمة والغلاء فأنت عم تستزيد من هذا الغلاء إذا كنت بيع بتزيد انتبهت علي كيف؟ إذا كنت أنت مثلا شرة كمان بتزيد بسير واحد أد ما غلى عليك وقول والله ميحا نكسبها ناخد تنتين تبهت؟ كمان الخراب بتشوف مثلا منطقة مثلا بيلولك والله مثلا بباريس والله الشوارع أخي الواحد يعني ما بيحسن يكب عقب سيجارة فيها من النظافة ليش؟ لأنه بيسعى الاستزادة وبشوف النظافة والورشات عند تشتغل فهو بيختجل من حاله وبيسعى لزيادة النظافة لكن مشي بشارع كله قمامة فبيزيدها بيزد المحرم ما عد يسأل لأنه يسعى للاستزادة فدورنا بالتنمية البشرية وهلأ اهتمام الدولة السورية بشكل كبير على التنمية البشرية اللي هي نشئت باليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية التانية الآن نحن عم نركز على مفهوم التنمية البشرية من خلال معاهد وأكاديميات ودورات وأنا مبارح نرجعك بالله الملادية كنا لعنا دورة هناك عم نركز على مفهوم التنمية البشرية حتى نركز على الاستزادة نفسه الإنسان يلي هو هلأ بحالة سلبية ممكن أن تخليه استزيد من الإيجابية إذا نقلت فكره للحالة الإيجابية نعم أستاذة كثير من الأشخاص يمكن أكيد كل شخص بالحياة عنده طاقة إيجابية وطاقة سلبية ولكن يمكن هو ما بيقدر يطلع من حاله بده حدا يطلع له هاي الطاقة الإيجابية بده حدا يأرجده للعمل الصحيح يمكن هو بيبدع بشيء ولكن عم يشتغل شيء تاني مختلف اليوم كيف فينا نحنا بنستغل الطاقات بالحياة نستغل طاقاتنا نعرف نحنا نرتب أهدافنا ونرتب أفكارنا ونعرف نحنا مستقبلنا وإعادة أعمار حياتنا لوين رايح نهضة المجتمع بتعتمد على نهضة الأفراد كيف تنهض الأفراد وتغط كل إنسان بالمكان المناسب إلو يعني نيرمين بالبقلة مزيعة حطناهم بهالمكان هات ارتفعت طاقة الإخبارية مثلا فلان مصور تحطيه مزيع غلط والمزيع مثلا تحطيه مصور غلط وبالتالي نحنا كتنمية بشرية بيجي إنسان أنا عم يشتغل أعمال بسيطة أعمال هي صراحة مؤلو لا يتقنها ما بيحبها فبيجي خصائي التنمية البشرية بيوجهه للعمل المناسب إلو لأنه دائما الإنسان وقت بيجعل من العمل يلي بيحبه بيشتغله بيبدع فيه بيتميز فيه حتى لو ما بياخد كتير عليه جريم تماما مثلا حكمة محسن يعني حكمة محسن هذا القصات الشعبي اللي ممكن أنتم ما بتوعوه ما بعرف بس اللي اكتشف شخصيات غوار وحسني واوا إلى آخره وأم كامل طيب هذا الإنسان يعني هو كان موظف مديره بالوظيفة كان هذا كتير يتأخر على الدوام فيغط له بالراتب علي شو قال له يا حكمة أنت ما بين اسمك الوظيفة أنت إبداعك وين بالتمثيل فعلا فاب بالتمثيل وصار حكمة محسن صار أكبر أشهر قصات شعبي أحيانا الإنسان بيكون دافن حاله بمكان معين ومتمسك فيه لأنه بمربع الأمان بيخاف أنه يطلع منه لكن سبحان الله مجرب ما طاقت من مربع الأمان بتشوف فضاءات حلوة كان مثلا أحيانا بيجي فرضا أنه عندي على المركز الاستشاري ناس بتلاقيهم بحسهم فيه طاقة يعني أنا كوني بقيس طاقة الإنسان بعرف إذا كان طاقته سلبية ولا إيجابية بعرف من خلال حواري معي كلا منسوب الطاقة عندك كيف عم يرتفع وبقيه اتجاه وبالتالي واتبجي لعندي الشخص مثلا أنا بحط له عدة أمور وين بلاقي الطاقة عنده ارتفعت بعرفه أنه معناتها هون رغبته هون هوايته بأسس له إياها وبطالعه من مربع الأمان لازم يترك شيء اللي هو بين إيديه يعني مرة كان في أحد الملوك عنده صقرين جوهدية صقرين فهالصقرين كل واحد قاعد على الغصن واحد يطير وواحد متمسك بالغصن فإلى الملك على هالصقر هات فأعلن عن جائزة كبرى للي بيطير الصقر إجوا خبراء تربية الصقور عملوا كل جهات اجتهاداتهم ما طلع بإيدهم قام يجى واحد فلاح بسيط قال له أنا بطير الصقر قال له معك 24 ساعة بكتر ما تزاول منه الملك لذا الفلاح أنه الخبراء ما طلع بإيدهم أنت يطلع بإيدك قال له يا إذا بتطيره إلك أصر مثل أصري وإذا ما بتطيره بدي أعدمك قام سبحان الله راح هذا قعد بغرفته ونام الحمى قال له الملك أنه هذا الفلاح نايم ما عم يشتغل على الصقر قبل ما تنتهى المدة بربح ساعة فتح الملك الشباك أملأ الصقر طاير أملأ هذا الفلاح قال له لك عزوا الناس كلها أنك يطير الصقر وأنت كنت نايم وطيرته شو عملت له قال له كسرت له الغصن أطلع من مربع الأمان تقدع أكتر تتميز أكتر لا تخافي عندك رب حاميك ودائماً وراك فلا تعتقد بالناس اعتقد بالإلهي اللي هو يخلقك حتى يساعدك هاي الفكرة دائماً اللي يقول لأنه ورا هذا الباب فيه فرصة يعني إذا أنا وصلت لمكان بهذا المكان ما أنا قادر أعطي ما عندي طاقة ما عم بقدر أقدم شيء إيجابي أنت ما حي الفكرة أنه الشخصي غادري يبحث عن فرصة تانية حتى لو ما كانت جاهزة أو موجودة تماماً هلا إذا أغلق باب فتحت أبواب بس فده واحد حريك يعني بتلاقي واحد إذا أحب وحدة راح بده يخطبها سكروا الباب وبوشه وبنطم الشباك لاحظت كيف لأنه بده إياها وبالتالي كمان انت هيك وانت الحياة بدك إياها الحياة صبية مدلة لمهر غالي مو تفكري والله بالسهولة كل واحد والله بيعيش يعني أنا بيجي واحد بيلي والله الحياة صعبة بيقول له مين قال لك الحياة جنة مين قال لك الحياة جنة مين خدعك قال لك الحياة سهلة الحياة بده منافسة بده هز كتاف بده إنسان يقرأ كتير بده إنسان يطلع كتير بده إنسان يأوي علاقاته شوفي على فكرها الطاقة يلي أنت بتبثة بتخلي الآخرين يجذبوك لعندهم بتلاقي فلان والله اتصل فيه فلان حاكك نحن مثلا طاقتنا حلوة الراجعين من اللا دي نجحت دورتنا اتصلتوا فينا قال تعالى إن شاء الله دائما بالنجاح استاذ خلينا نحكي سؤال ختامي اليوم شو هي دور المؤسسات التربوية ودور المؤسسات الإعلامية بدعم هاي الإرادة بتقوية يمكن المجهود يلي عم يبذل والإضاءة عليه بشكل أكتر شوفي عيني هلأ نحنا بالتنمية البشرية دائما نتهاجم إنه والله هذول جماعات التنمية البشرية ما بيحكوا واقع عايشين بكوكب تاني أو بكوكب مريح للأمانة صحيحة تماما تماما أنا بقل لك عيني أنا مو دوري بكيك وغنيك لك على الأطلال دورنا نحنا كمؤسسات تنموية ومؤسسات إعلامية ضخ طاقة أمل ضخ طاقة تفاؤل لأنه الإنسان سبحان الله أثير أثير لما يرى لما يسمع لما يأكل أنا بشوف والله على التلفزيون الأخبار والدمار والخراب فأنا بصير جزء منه فبمشي بنفس هذا التيار فبساعد على الخراب حتى ولو بالكلمة تبهت عليك كيف لكن أنا بشوف والله ضخ طاقة أمل عطيتني نجحة يعني أنا مثلا عندي برنامج كنت على حد الفضائيات العربية اسمه بصمة وأثر كنت جيبت لشخصية يلي هي عايشة أصعب من ظروفك وما عند الإمكانيات اللي أنت فيه ونجحت وأسست ليش فيه إنسان ناجح معانا أصلا المعاناة هي أساس النجاح وبالتالي نحن الآن رسالتنا من خلال هذه الإخبارية السورية الحلوة وكادرة الجميل أنه جعل من الأزمة فرصة أحسن ما تجعل منك الأزمة عبره وخلينا نحكي قبل ما نختم كمان بالمدارس قديش مهم أنه نضوي نحن على تقوية الإرادة لدى الأطفال يلي هن هن نجيل للمستقبل يلي ناطرنا بالتأكيد لأنه دائما هاليابان بالمدارس أكيد لازم في فق في عندك حصة تنمية بشرية لازم تكون عامة وتكون ممارسة يعني أنا كنت بشاطئ اللادية طلعت هيك لقيت على الشاطئ في بعض العلب وكذا نحن كنا وكنا بالمدرسة كانوا يأخذونا هيك شبه رحلة على الشاطئ وننظف هذا الشاطئ ألف طالب خلال نصاعة يصير الشاطئ مثل الليرة يحس يحس التلميذ بأثره الإيجابي فهو باعتبار نظاف ما عاد يوصيخ دفعت علي كيف يعني المحرم ما عاد يزدت لأنه هو اللي نظفها يعني أنا بدي أقول سبحان الله أنه دائما توجيه فكر الطفل للاتجاه الصح هذا دور المؤسسة التربوية والإعلامية وتركيه هو وحياتك بحق نتائج أنت ما تتوقعي يعني لأسف نحن صلنا كتير محاطين بالسلبية كتير بحاجة هاي المبادرات المجتمعية هاي المبادرات يلي مقرونة بالفعل عن جد لا تترك أسر الإيجابي بنا نتشكرك كتير أستاذ محمد خير اللبابيدي عطاء الحلوة اللي عطيتنا ياها ولكل المعلومات القيمة شكرا نيرمي شكرا ليا شكرا لك أذر الإخبارية السورية والشكر كبير طبعا لمشاهدين أينما شكرا لألاك نورتنا ويساعد سباحك